عزيزي المشاهد العديد من النجوم لمعت أسماؤهم في عالم الفن وتألقوا في أدائهم فازدادت شهرتهم حتى أحبهم الجمهور وتعلق بهم ثم اختفوا فجأة لأسباب مختلفة نتعرف فيما يلي على أبرز هؤلاء النجوم وما هو سبب اعتزالهم للفن الفنانة مية عبد النبي فنانة جميلة أحبها الجمهور لأدائها الرائع وخفى ظلها بدأت التمثيل في السبعينيات ثم ابتعدت فترة عن التمثيل وبعدها عادت مرة أخرى في فترة التسعينيات وعادت للاختفاء مرة أخرى وارتدت الحجاب الفنانة ندين اشتهرت ندين بتقديمها فوزير جلان الهنى مع الفنان وائل نور ثم قدمت فيلم صعيد رايح جاي مع الفنان هاني رمزي وكان هذا هو آخر أعمالها واعتزلت الحياة الفنية بعد زواجها وإنجابها الفنانة عبير الشرقاوي هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي قدمت الكثير من الأعمال الناجحة واشتهرت بأدوارها في المسلسلات ذات الطابع الديني والتاريخي ابتعدت عن الأضواء وارتدت الحجاب الفنانة ايمان الطوخي قدمت الكثير من الأعمال لفتت الأنظار إليها بصوتها الجميل وبالرغم من تألقها ونجاحها ابتعدت عن عالم الفن وعللت ذلك الأمر موضحة رفضها وجود دخلاء على المهنى أساؤلها الفنانة هدى رمزي نالت شهرة كبيرة وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة اعتزلت الفن وهي في قمة مجدها وارتدت الحجاب الفنانة حنان ترك خطفت الفنانة حنان ترك أنظار الجماهير إليها بأدائها الرائع حيث قدمت الكثير من الأعمال الناجحة التي تركت لها بصمة كبيرة وارتدت الحجاب وقررت اعتزال الفن الفنانة نيلي ابتعدت نيلي عن الساحة الفنية لكنها لم تعلن اعتزالها الفن وعللت ذلك بأنها فضلت الابتعاد لعدم وجود عمل يتناسب معها معلنة أن مشاغل الحياة أيضا أخذتها بعيدا عن عشقها الأول للتمثيل الفنان أشرف سيف بالرغم من تألقه وأدائه الرائع رفض الاستمرار في الوسط الفني لأنه لم يجد تطور في الأدوار التي تعرض عليه بجانب رفضه أداء أدوار لا يجد فيها نفسه فقرر اعتزال الفن واتجاهه للتجارة في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة